ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله كان تواجد الجتة يوم الاثنين الماضي تزامنا مع عيد الأضحى في مكان الخلاء قرب القرية التي ينحدر منها بجماعة خميس المضيقة هذا ولتزال التحقيقات جارية لفك لغز الاختفاء الغامض حيث من المنتظر أن يتم تشريح الجتة وتمشيط المنطقة على أمل الوصول إلى طرف خيط يساعد المحققين وكان الأستاذ الراحل قد اختفى عن الأنظار الخميس الماضي وهو ما دفع التنسيقية الوطنية للأساتد وأطور الدعم الذي فرض عليهم التعاقد بمديرية الحسيمة حيث كان يعمل قيد حياته إلى إطلاق نداء تخبر فيه بحالة الاختفاء وتدعو من خلاله زملائه والجهات المعنية للتدخل بحثا عنه